دعاء نصيحة يا فندم ما فيش حاجة اسمها روح لي مش عارف مين يفق لي عمل ايه لا سورة البقرة تخلص الموضوع سورة البقرة قراءة ولا رقم واحد اقرأها لو قدرت ويا سلام لو مرة كل يوم لمدة شهر كرسة هيخلص على كل حاجة وهينظف كل حاجة وهيبطل كل سحر تاب لو مش قادر اقرأها كل يوم يوم ورا يوم او يوم كل مرة كل يومين او مرة كل اسبوع ويا ريت اشغلها كتير في البيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني ما تقدرش السحرة تقربلك طول ما انت بتقرأ سورة البقرة انت في حصنا حصين من اعظم ما يكون تب لو ايه يا ستة مش قادرت سورة البقرة ان شاء الله قايت الكرسي كل يوم بس عايزها كتير جدا 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 يخلص الموضوع نعيد بقى الدعاء الدعاء اللي قالوا شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله ورحم الله من علمائنا من مات وبارك في من هو حي الشيخ الشعراوي قال دعاء لابطال السحر قال اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر والشر ولكنك احتفظت لذاتك باذن الضر فاعوذ بما احتفظت به مما اقدرت عليه بحق قولك وما هم بضارين به من احد الا باذن الله اي حد يقول الدعاء ده وهو من جواه كده حاسس انه مش مظبوط شوية فيش شوية عكوسات حاجات مدايقية عملاله مشاكل يقول الدعاء ده يقول ده